45 يوماً كانت كافية أن يلفظ عشر دوينغ ستريت لزتراس بعد أن ثبت عدم وجود رؤية حقيقية لديها لإخراج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها لجنة 1922 رأت في وزير الخزانة السابق في حكومة بوريس جونيسون والذي انقلب عليه في آخر لحظاته طوق نجاة للخروج من منعطف بريطانيا الاقتصادي ريشي سوناك الذي حمل حقيبة الخزانة يعد أحد أغنى سياسين البريطانيين وكان بوريس جونيسون يعده عرب النهوض الاقتصادي خلال أزمة تفشي وباء كورونا سوناك الذي انتخب على عجل جاء وسط حالة من الانقسام السياسي داخل حزب المحافظين ووسط ركود تضخمي في الاقتصاد البريطاني تدفعه تكاليف الطاقة وسياسات حكومة لزتراس السابقة التي فاقمت الأوضاع كما تلاحقه دعوات المعارضة للذهاب إلى انتخابات مبكرة ما يعني أن المحافظين سيفقدون قيادة البلاد في حال فشلهم رئيس الوزراء الجديد الذي أكد رفضه هذه الدعوات طرح خطوطا عريضة لخطته من أجل إخراج بريطانيا مما حل بها من جراء سياسات حزبه التي فاقمتها أزمتال إغلاق بسبب كورونا والحرب في أوكرانيا ليس هناك أدنى شك أننا نواجه تحديا اقتصاديا عميقا ونحن الآن بحاجة للاستقرار والوحدة وسأجعل توحيد البلاد والحزب على رأس أولوياتي لأنه السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي تواجهنا عامل سوناك في مجالي الأعمال والتمويل فأسس شركة استثمارية تعمل مع ود سيليكون وساعد شركات بريطانية على النمو بنجاح فليستطيع رئيس الوزراء الجديد ذو الأصول الهندية أن يخرج بريطانيا العظمى من أزمتها وحدها الأيام والأسابيع المقبلة تملك إجابة هذا السؤال اشتركوا في القناة